منذ الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي تأكد للجميع أن الشعب التونسي سائم الألعاب السياسية وغير السياسية واتضحت أيضاً جدية من رئيس تونسي قيس سعيد لإحداث تغيير المنشود من الشعب الخطوة الجريئة لرئيس سعيد بإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ورفع الحصنات البرلمانية لمحاسبة المخطئين وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم كانت للبداية التي أظهرت الجميع على حقيقتهم فانتقدوه وكأنه كتب على الشعب التونسي أن يكون رهينة سياسات رعناء مارستها حركة النهضة الإخوانية الخطوة الجريئة جاءت تمهيداً ليوم تاريخي انتظره البعض بتحفز المنتقد فيما انتظره الشعب التونسي بطموح نحو الأفضل فالحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن أدت اليمين دستورية أمام سعيد الذي أطلق تحذرات بشأن مستقبل بلاده وتعهدات بحماية تونس من براثن الذين لا يزالون يعتقدون أن المناصب غنيمة ومن أكبر التحديات التي سنواجهها معنا بنفس الإرادة الصلبة وبنفس العزيمة القوية انقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل وفي الخارج من براثن الذين لا زالوا يعتقدون أن المناصب غنيمة بأداء الوزراء اليمين الدستورية وجه سعيد ضربة موجعة جديدة لتنظيم الإخوان وأكد ما أشارت إليه الخارجية التونسية في بيان لها من رفض لأي شكل من أشكال تدخلي في القرار الوطني التونسي سنفتح إن شاء الله تعالى كل الملفات ولن نستثنى أي ملف ولا فضل أحد على أحد ولا مكانه لمن يريدونه العبثة بسيادة الدولة وبسيادة الشعب خلال مراسم أداء اليمين لم تخفل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الأولى في تاريخ الدول العربية في منصب كهذا تسريع العملية الاقتصادية في البلاد وفتح المجالات أمام الشباب مع ضمان الحقوق ومكافحة الفساد وإعادة ترتيب الأولويات لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة والهدف النهائي استعادة ثقة التونسيين ترجمة نانسي قنقر